الحمد لله رب العالمين ونحن في ليلة الأحد ليلة التاسع من الربيع الثاني لعام أربعين وأربعمل ألف الموافق ليلة السادس عشر من الشهر الثاني عشر لعام ثمائة عشر ألفين وقد وقفنا على باب الدين يسر نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صلح اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين ومشايخنا وجميع المسلمين اللهم اغفر لنا قال باب الدين يسر وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة نعم قال رحم الله تعالى باب الدين يسر وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة ومثل هذا الحديث سمى معلق لأن البخاري رحمه الله حذف أول السند ما قال حدثنا فلان 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 عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قال رسول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى معلق حتى إذا رويت حديثا علقه البخاري ما تقول رواه البخاري وإنما التقيد وتقول ليش رواه البخاري معلقا لماذا يعلق؟ هذه يعني فن في الصناعة الحديثية فيأتي بلا حيث مسندة ويأتي بحديث المعلقة وقد تكون بعض الحديث معلقة ليست على شرطه لأن البخاري اشترط شروطا في الرواة ما يخرج الحديث إلا لروات من طبقات معينة فإن كان الحديث لا تنطبق عليه الشروط التي وضعها واشترطها في الحديث واحتاج إلى الحديث لما فيه مفواد علقه يعني حذف أو السند ولا يكون من صلب الكتاب الذي هو الجامع الصحيح كما أنه أحيانا يعلق الحديث في موضوع ويورده مسندة في موضوع آخر من كتابه أيضا يفعل ذلك البخاري في أحاديث هنا قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنفية السمحة طبعا أحب هذا الاسم اسم تفضيل فصار هناك من الدين ما هو أحب إلى الله من غيره من الدين فهذا يدل على أن الدين متفاضل أيضا ولا لا فأيهم أفضل مثلا الصلاة ولا الصيام الصلاة أفضل صح أيهم أفضل العمل المنقطع ولا العمل الدائم العمل الدائم ولو كان قليلا فكون الأعمال منها ما هو محبوب من الله ومنها ما هو أحب دي على أن الإيمان يزيد وينقص وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحنيفية نسبة إلى ملة إبراهيم فملة إبراهيم عليه السلام كان يش حنيفا مسلما يعني مائلا عن الشرك وعن الباطل إلا التوحيد والاستقامة وهذا كقول الله عزيزي أيضا وما أمر إلا ليعبدوا الله مقلص الله الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتو الزكاة وذلك دين القيمة كما أن كل ما كان في العمل والتعامل فيه سماحة فهذا أحب إلى الله جل وعلا طيب نقرأ تعليق الشيخ صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر الإمام البخاري ورحمه الله الأبواب السابقة الأعمال التي هي من الإيمان الأعمال التي هي من خصال الإيمان أعقبها بهذا الباب باب الدين يسر ما المناسبة قالوا لألا يظن من يقرأ هذه الأبواب أنه لازم لازم يأتي بهذه الأعمال كلها فقال الدين يسر يعني يأتي بما تيسر له يأتي منها بما تيسر له ولا يشدد على نفسه نعم الدين يسر يعني يسره الله عز وجل عموم الأوامر قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به من أمر أو من شيء فأأتوا منه ما استطعتم هذا من التيسير التيسير كقول جل وعلا في الحج ولله على الناس حجوا البيت ما استطاع عليه السبيل من استطاعه كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائمه فإن لم تستطع فقاعده فإن لم تستطع فعلى جنب وفي رواية فإن لم تستطع فمستلقيا التيسير أن المسلم من حقه يجوز له أن يفطر في رمضان إذا كان في سفر أو بسبب مرض لقول جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر التيسير أنه يشرح القصر في السفر ويشرح الجم بين الصروات عند الحاجة هذا معنى التيسير ليس معنى التيسير أن يفرط في أمر الله عز وجل وينتهك حرمات الله ويقول الدين يسر هذا مفهوم باطل التيسير أن تعبد الله بما تيسر لك إن استطعت تيسير في الحج كثير قال أفعل ولا حرج لو قدم بين مناسك الحج في يوم الناحر أو أنه إيش فما استيسر من الهدي يذبح ما يسر الله له فهذا معنى التيسير فليس بالضرورة لا يكون المؤمن مؤمنا إلا أن يأتي بجميع خصال الإيمان وجميع الشعب الإيمان لا وإنما كل من المؤمنين من المسلمين يأتي من دين الله عز وجل ما استطاع وقد يفتح الله على الإنسان أبوابا لا يفتح على غيره ويفتح على غيره ما لا يفتح عليه ولذلك حتى الجنة فيها أبواب باب يدعى منها الصدقة وباب يدعى منها الجهاد وباب الريان يدعى منها الصائمون تبهتم يعني هذا دليل أن في ناس قد يكون يعني مجاله طلب العلم آخر مجاله الدعوة آخر مجاله تعليم القرآن آخر مجاله الجهاد آخر مجاله السعى العرار المساكين آخر مجاله الصدر الأرحام واصلاح ذات البين وهكذا حتى رب العالمين نوع هذه العبادات والقربات حتى تناسب جميع الناس فالناس يتفاوتون في ناس ما يستطع يواجه الناس ويكلمهم وينصحهم لكن يستطيع أن يخلو بنفسه واكثر من ذكر الله يقرأ من القرآن في ناس ما ما أتاه الله قد على أن يقرأ قراءته ضعيفة مهما بذل لكن له أن مثلا يسعى العرار المساكين في ناس مشغول في تجارته ما يستطع يطلب العلم لكن يستطع أن يتصدق أن يبني مساجد أن يحفر آبار وهكذا قد يؤتي الله عز وجل إنسانا والدين يبلغ الكبر عنده فيقوم عليهما آخر لا نشأ يتيما ما وجد لا أبا ولا أما هذا كله وارد فتنوع الأعمال حتى تناسب جميع الناس جميع الطاقات جميع الميول ما يمكن الإنسان إلا وجد في طاعة الله عز ما يناسبه من حيث القدرة من حيث الميول من حيث الوقت اللي عنده فالدين يسر أخذ منه ما استطعت هناك فروض عينية لازم تقوم بها بعينك ما ينوم أحد عنك ولا يجل تقصر بها كالطهارة مثل الصلاة كالصلاة الخمس كالصيام رمضان وهناك أعمال فروض كفائية المهم أن يتم الأمر قام به فلان أو فلان أو المجمع الفلان جمع الفلانية كالجهاد كالقضاء كمثلا تكفير الأموات والصلاة عليهم ودفنهم هذا تقوم فيها تأخذ المسلمين في ذلك وهناك أبواب مستحبة كبيرة واسعة حسنات كثيرة كل مسلم يستطيع أن يأخذ منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر نعم هذا والله أعلم وجه الحكمة في ذكر هذا الباب بعد الأبواب السابقة وذكر أثرا معلقا بدون سند أحب الدين إلى الله ليس بالضرورة أن يكون معلق محذوف السند كاملا يعني ممكن إيش يعلقه إلى شيخ الشيخ إلى شيخ أو على شيخ شيخه ويستود السند إلى آخره وممكن يذكر الصحابي والنبي عليه الصلاة el-slam أو يذكر الصحابي والتابعي والنبي عليه الصلاة el-slam وممكن لا يذكره شيخ يأتي إيش بكلام النبي عليه الصلاة el-slam مباشرة لكن المهم أن نعرف أن المعلق هو ما حدف أول السند بخلاف إيش المرسل الذي حدف آخر السند وだから نقول المرسل ما سقط الصحابي لأنه الصحابي صاقط لو كان صحابي لكان محمول علىانه متصل لأنه لا يضر منه الصحابة فلان أو علان أو علان كلهم عدول ولكن إذا قال التابعي أو تابع التابعي قال رسول الله رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام دون أن يذكر الواسطة فنحن غير متأكدين بأن الواسطة اللي بين التابع والنبي عليه الصلاة والسلام صحابي قد يكون رواعا تابع آخر والتابعا قد تابع اثنين ثلاث أربع ما نعلم فيتوقف هذا العلم بآل الحديث لا يسقطونه لكن يتوقفهم فيه قد يحتاجونه ليؤكد لهم حديث آخر يصح الحديث بسنة آخر متصل أو يكون شاهد لحديث آخر يعني موافق له بالمعنى فيستفاد منه نعم قال صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة الدين المراد به الأديان السماوية الأديان التي شرعها الله للأمم كالتوراة والإنجيل وأديان الأمم السابقة أديان الرسل السابقين ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكلها أديان سماوية في وقتها وأهلها مسلمون ولكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم توحد الدين بما جاء به صلى الله عليه وسلم ونسخت الأديان السابقة لأن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو أحب الدين إلى الله لماذا؟ لأنه ملة إبراهيم عليه السلام الحنيفية السمحة وهي ملة إبراهيم عليه السلام ثم قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم أي ملة أبيكم إبراهيم عليه السلام ما فيه السماحة واليسر طيب بعض العلم يقول ما فيش اسمه أديان سماوية لأن الله عزيز ما أنزل أديان أنزل إيش دينا واحدة إن الدين عند الله الإسلام والإسلام هو دين جميع الأنبياء لكن أين التفاوت؟ في الشرائع في الشرائع الشرائع لكم من دين ما وصبهه نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى فالشرائع تتفاوت لكن الدين توحيد الله عز وجل استقام على أمره هذا واحد وذا كل الأنبياء كلهم إيش مسلمون ففيها نوع من التزاوز كلمة إيش أديان سماوية وإلا الدين واحد واضح الشريعة التي بعث الله بمحمد صلى الله عليه وسلم وتسمى الإسلام هذا اطلاق خاص فالإسلام له اطلاقان الإسلام عموم الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والاستقام على أمره والله عز وجل والبرام الشرك وأهله هذا كل أنبياء على الإسلام وفيه إسلام خاص الذي بعث الله بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو المراد بقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينه إسلام الذي جاء به النبي الذي أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الشريعة التي أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم هي أكمل الشرائع وبها نسخ الله جميع الشرائع السابقة قال جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون معنى يظهر على الدين يعني يعلي به هذا الدين على سابق الدين حتى يتعبد الله بهذا دون ذاك فما كان مما وافق الإسلام فهو من الإسلام وما كان مخالف فهو واضح يترك لأنه مخالف وما كان غير مخالف لكن غير مشروع فأنه منسوخ لا يتعبد الله به وإنما تعبد الله عزيزي بما أوحى به إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن كل الرسل قد اتفقوا على ماذا على توحيد الله عزيزي وخلاص الدين لله وإذا يقول الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل يومة الرسول أن نعبد الله واستنب الطاقود كلهم وما أرسل من قبلك من الرسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ملة إبراهيم إبراهيم عليه السلام كل أنبياء الذي بعده جاءوا من ذريته وقد ولد لإبراهيم عليه السلام من ومن إسحاق وإسماعيل إسحاق ابنه يعقوب وهو الملقب بإسرائيل بالعبراني معناها عبد الله إسرائيل يعني عبد الله اللي هو يعقوب ثم ذريته الفرع الثاني اللي هو إسماعيل ذريته من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك يلقب إيش بأب الأنبياء وقد قال الله عز وجل ملة أبيكم إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم نعم أما الأديان السابقة ففيها شدة كلفوا أشياء عقوبة لهم كان منها أن توبتهم تكون بقتل أنفسهم قال تعالى يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم هذا مما شدد الله به عليهم عقوبة لهم طبعا هذه التوبة كانت لفئة من بني إسرائيل أن معصوا الله عز وجل فأمره الله أن يتوبوا وتوبتهم إلى الله أن يقتلوا أنفسهم طبعا لو لاحظتم فرق كبير بين ما شرع الله لأولئك بأن إذا أراد يتوب أحدهم أن يقتل نفسه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة الندم كونك تندم تأتي حرقة في قلبك ندمان على ما يعني فعلت أو على ما فردت على ما اقترفت الندم هو نفسه توبة فإذا ما ندم المسلم على ذنبه وعزم أن لا يعود وكانت التوبة في وقت تقبل في التوبة قبل أن تغرغ الروح وقبل أن تطلع الشمس من مغربها فيتوب الله عز وجل عليه ويبدل سيئاته حسنات إن كان ما عنده من ذنب متعلب حقوق الآخرين يرد حقوق الآخرين نستطع بينما في أنبن إسرائيل أمره الله عز وجل أن يقتل أنفسهم فإذا هذا النسخ كون نسخ هذا الحكم هذا من السماح الذي فيه هذا الدين والله الحمد نعم وقال جل وعلا قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم كانت في الأول حلالا فحرمها الله عقوبة لهم هذه أيضا مما فيه عليهم من حرج أيضا قد حرمت عليهم بعض الطيبات بسبب ظلمهم حرم الله عليهم شددوا فشدد الله عليهم وهذا ما لا يوجد فيها الأمة بحمد الله كانت المرأة إذا حاضت لا تخالط ولا تجالس لمجرد أنها حاض بالشرع هكذا كان أحدهم إذا تنجس ثوبه لا يغسله وإنما يقرضه قرضا شوف فرق كبير التيمم شرع لهذه الأمة خاصة الغنائم كانت حرام تجمع وتنزل صاعقة من السماء وتحرقها لكن أحلت لهذه الأمة كانت عبادتهم إلا في دور العبادة بينما هذه الأمة جعلت لها الأرض مسجد الطهورة وغير ذلك مما شرعه الله عز وجل لهذه الأمة رحمة بها لأنها خير الأمم وشريعتها أكمل الشرائع فنحمد الله سبحانه وتعالى نعم فالأديان السابقة فيها شدة أما هذا الدين ولله الحمد فهو دين السماحة واليسر قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وقال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم الله أكبر ما جعل عليكم في الدين من حرج حرجها نكرة أو لمعرفة نكرة في سياق ما جعل في سياق النفي فتفيد العموم هذا الدين ما فيه أي حرج حتى أكد ذلك جل وعلا فقال من حرج فجاء بحرف الجر الذي يسمى صلة ويسمى في غير القرآن حرف جر زائد هو يزيد في المعنى يؤكد ومثل هذا قوله جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج قد رفع الله الحرج عن هاي الأمة ولذلك من القواعد المقررة أن المشقة تجلب التيسير متى ما حصل مشقة فإننا نصير إلى التيسير وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار عيسره ما لم يكن إثمان نعم كما فهذا الدين ولله الحمد دين السماحة واليسر لكن يجب أن نعرف أن الدين والسماحة ليست بالتحلل من أحكام الدين لأن بعضهم تقول له صلي يقول لا الدين يسر يا أخي ليس بلازم الصلاة الدين يسر أصلي أو ما أصلي أنا مسلم ولا تلزمني بالصلاة الدين يسر يترك الطاعات ويفعل المحرمات ويقول الدين يسر هنا مسألة مهمة وهي أن يسر الدين ليس معناه التفريط في أمر الله سبحانه وتعالى والمجاهرة في المعاصي والقبول والاعتراف بالكافر وبدينه كلا لأن الآن بحمد الله عزيز وجل إلى حد كبير عرف أن الإرهاب وسفك الدماء وقتل الناس الأبرياء هذا مرفوض وحورب بالدليل الشرعي لكن في المقابل لا يجوز التفريط في أحكام الله عز وجل فتستباح المحرمات ودعوة الاختلاط وحرية الاعتقاد وكل واحد يقول ما شاء والحكم على الكفار بأنه ممكن يدخل الجنة والقول بأنه لا يجوز أن تقول عن غير المسلم بأنه يشكافر حتى يقول بعضهم نحن والآخرون ما يقول المسلم والكفار معنى الله جل وعلا في الكتاب يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعمل بصير ويقول لقد كفر الذين يقالوا إن الله ثالث ثلاثة ويقول إن الذين يكفر من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيه أولئك هم الشر البرية ويقول جل وعليا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين واغلض عليهم فالدعوة إلى قبول الآخر والحكم عليه بأنه ممكن يدخل الجنة والتفريض في أوامر الله عز وجل بحجة محاربة الإرهاب هذه الدعوة باطلة فالإسلام لم يقر لا هذا ولا هذا ليس المراد بالوسطية يعني أن نفرط في دين الله عز وجل ونرضى بكل شيء ولو كان فيه محادة الله رسوله لا الوسطية معناها العدل قال جل وعلا وكذلك جعلناك أمة وسطا وليس الوسطية أنك تترك أمر الله عز وجل وتميل إلى التفريض في أمر الله وتقول وسطية فلنجرب ما هو الوسط بين الصدق والكذب الصدق وكذب خير الأمور أو سطها يعني شو خير الأمور أو سطها لو صح هذا التعبير خير الأمور أو سطها فيكون هذا فيما له وسط وهناك أشياء لا وسط لها يعني خير الأمور أو سطها أيهما أفضل الكفر أو خنقوا الإسلام ولا الكفر ها خير الأمور أو سطها الكذب الصدق والكذب ها ما الوسط بين الصدق والكذب حتى يقال وسط في كل شيء ما الوسط بين الأمانة والخيانة ما الوسط بين الهدى والضلال ما الوسط بين العفة والزنا يعني النص نص هذا أحسن من العفيف أكيد أحسن من الزاني لكن أيضا أحسن من العفيف ليس هذا المعنى وكم من عائب قولا صحيح وآفت الفهم السقيم هذا فهم سقيم أي يفهم بعض الناس أن الدين يسر أو وكذا جعناك أمة وسطة أن الإنسان يجعل لكل شيء وسطا فيفرط فيه دين الله عز وجل ويأتي ما حرم الله تبارك تعالى ويضيع حكام الله عز وجل بحجة ماذا أخوان الدين يسر هذا باطل هذا مفهوم باطل أقول قد أصبح هناك من الوعي في محاربة الإرهاب وأصبح يحاربوا حتى أيش الكافر عمل أيضا مؤتمرات وهيئات وإدارات في محاربة ماذا؟ الإرهاب والإرهاب مرفوض بالمعنى له يسفق دماء الأبرياء ويقتل وينهب أمواله هذا مرفوض ومحرم شرعا أصلا ولو في حق الكافر ما يجد أن تقتل كافرا بغير حق وإذاك لما حرم الله عز قتل النفس لم يقل إيش تحريم المؤمن فحسب بل قال إيش قال والذين لا يدعوا مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا الحق النفس يعني حتى نفس كافر بغير حق لا يجوز كما لا يجوز الزنا بالكافرات ولا سرقة الكفار ولا الكذب عليهم ولا خيانتهم ليس من دين الله عز وجل حتى رب العالمين اختار لنبيه ذلك فقال إن الله لا يحب الخائنين متى ما شعر وجد بداية خيانة ممن تعهد معه أمره أن ينبذ عهدهم إليهم لما قال إن الله لا يحب الخائنين حتى لو شعرت أنها بدأ اخبروا بأن العهد انتهى لا تروح تخن من خانك هذا دين الله عز وجل فلما صارت حملات ومؤتمرات وبيّن ضرر الإرهاب وحورب الإرهاب وهذا أمر حسن لكن ليس معنا هذا في المقابل والله ما أنا يريد إرهاب في المقابل تفريط إباحية تبرج سفور اختلاط زواد المثليين أكل الربا كما شئت تعرّ كما شئت اشتم ابدي رأيك أقبل بالآخر شيف أقبل بالآخر إذا يأتي واحد يقول اتخذ الله ولدا أقبل من هذا الكلام إذا قال واحد يد الله مغلول أقبل هذا الكلام إذا قال قال الإله الفلاني معبود بحق ومستحق العباد أقبل من هذا الكلام كيف أقبل منه وانا أقول لا إله إلا الله يعني إيش لا معبود حق إلا الله ما يمكن أقبل بالباطن فلذلك هذا مرفوض وهذا مرفوض لا إفراط ولا تفريط لا إرهاب والسفك الدماء بغير حق ولا انتهاك لحرمات الله عزل وأي الأمر إن أخطر كل منه خطير لكن أخطر المصيبة أن هذا التفريط موافق للأهواء أكثر ولا لا أي موافق أكثر يروح بعد يقتل نفسه وينتحر وقتل له كم واحد ولا أنه يفعل فواحش ويشرب الخمور ويأكل أموال الناس بالباطل أي ما يأتمي له النفوس أكثر الأول ولا الثاني هذا التفريط هذا أكثر تأمي له النفوس فإذا كذا كان هناك نسبة من البشرية إرهابيون فالنسبة الأكبر لا أعظم إيش المفرطون في أمر الله عز وجل تجدهم في السواحل في الفنادق في الملاعب في الأسواق في الإعلام كثور كم واحد كم إرهابي بالنسبة لل للإباحي تبهتم ف نحن ننكر الأمرين هذا وهذا صحيح نقول لا لإرهاب لا للمخدرات لا للمسكرات لا للإختلاط لا للإباحية لا للعقوق لا للقطيعة لا ليأكل والناس بالباطل لا للإنتهاك حرومات الله هذا خطير جدا أيضا بل هذا لأنه موافق النفوس هو في الحقيقة أخطر من ذلك ونحن لا نقلل من شأن شيء من الباطل لا هذا ولا هذا إذا ما من الدين يسر الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام يعني يسر خذه منه خذ منه ما تيسر وما جعل الله عليك في الدين من من حرج وما استطعت أن تصلي قاعدا ما استطعت تصلي قاعدا تصلي على جنب والحج على من ها استطاع إليه سبيلة والصيام بإمكان المسافر ومنذ أن يفطر ويقضي هذا هو اليسر اليسر فاتقوا الله ما استطعتم اليسر ما جعلكم في الدين من حرج اليسر أحكام الإسلام الناسخة للأحكام التي فيها شدة قبل ذلك هذا معنى الدين يسر نعم ليس هكذا الدين يسر في أحكامه التي شرعها الله ميسرة ليس معنى الدين يسر أن تترك الأحكام الشرعية هذا من الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى دين الإسلام الذي يسمونه التسامح الآن تسامح يعني لا تآخذ أحدا بفعل فعله تسامح معه لكن هذا الله ما يسامحه ونحن نسامحه ما يجوز التخلص من الدين أقرأه باستفام استنكاري لكن هذا الله ما يسامحه ونحن نسامحه لا يمكن إذا الله جل وعلا لا يرضى بهذا ولا يسامحه كيف نرضى ونسامحه نعم ما يجوز ما يجوز التخلص من الدين باسم التسامح أو باسم السماحة هذا قول على الله وكذب على الله سبحانه وتعالى فأنت إذا امتثلت أوامر هذا الدين تجد أنه ميسر أنه يسر ما فيها مشقة ولله الحمد ولا فيها إزهاق للنفوس ولا فيها إرهاق للنفوس الله لا يرضى لنا هذا يرضى لنا التوسط في العبادة وهؤلاء يقولون لا الدين يسر بمعنى أنك بهواك تريد تصلي أو ما تصلي أو تعمل كذا الدين يسر هذا ليس بيسر هذا حرج والعياذ بالله التخلص من الدين هذا حرج وليس يسر اليسر مع التزام الدين وفعل الرخص التي شرعها الله سبحانه وتعالى هذا هو اليسر عدم التشديد على النفس عدم التكلف هذا هو اليسر العبادة متوسطة لا تشدد على نفسك ولا تتساهل هذا هو اليسر أما التحلل من أحكام الدين يقولون هذا يسر ومن التزم بها يقولون هذا متشدد هذا كلام باطل يجب أن نعرف هذا لأنه الآن تثار قضايا لإفساد هذا الدين باسم السماحة وباسم اليسر وباسم إلى آخره يستعملون الأشياء في غير محلها وينسبون هذا إلى الدين وإلى الله ورسوله وهذا كذب طيب ولذلك ولذلك في الحقيقة لو نظرنا نظر عابرة إلى ما يرتكبه العصات لو وجدنا أنهم عسروا على أنفسهم وأن اليسر أن يمتثل المكلف أمر الله ورسوله فمثلا أيهما أيسر عفاء اللحية ولا حلقها عفاءها والله أيسر كان بعض مشايخنا يقول نحن الآن مبتلون بالشارب حف الشارب بعد كم يوم طال مشغولين فيه كيف بيحتال أيهما أيسر أن تنمص المرأة حاجبيها أم أن تدعهما صح أيهما أيسر أن تتبرج المرأة وتحتاج أن تضع من المساحير وكل يوم تغير ملابسة وتنفق أموال وتختار الموديلات ولا تتستر تتستر لو نظرت إلى أحكام الله عز وجل تجد من امتثل أمر الله الرسول أيسر بكثير ممن يعص الله الرسول هذا ما يقفى عنه كثير من الناس لا تتشدد شددني أذهب وصل المسجد إي صل هنا فرق كبير بين تصلي هنا و تصلي المسجد وذاك لو أن أحدا فاتته الصلاة لو وجد أنه إذا صلى منفردا يكثر معه السهو ولا لا بينما لو صلى مع الإمام أول عادة الإمام يكون حريص مركز بحيث الناس الناس وراه حتى لا يثهو ولو سهى لسبحوه وذكروه بل كما يقال حينئذ من صلى في الجماعة فإنه يترك القيادة لغيره بخلاف من يصلي وحده يسهو كثيرا ولا يشعر في صلاته ولا يخشع ولا يدعو إلا قليلا اسأل أي واحد يصلي صلاة الجماعة إذا فاتته ولا كأنه صلى أي كلام فقط يحس أن أدى الواجب بخلاف صلاة الجماعة فالمقصود أن حكام الله عز وجل هي الأيسر من مقالفتها فإن قال قائل طيب والجهات في سبيل الله فيه زق أرواح وفيه وفيه وقد قال الله كتب عليكم القتال وهو كره لكم طيب ماذا قال الله عز وجل قال ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجونهم الله ما لا يرجون أيضا اللي حاربون الإسلام المسلمين أيضا يقاتلون وتسفق دماءهم لكن الفرق بين المسلم والكافر في القتال أن هذا المسلم لو قتل أو ظفر بالنصر فإنه سينال إحدى الحسنين إما أن يستشعر في سبيل الله وإما أن يغنم بينما الكافر ذاك وزرون على كل حال إن قتل المسلمين فهو في لعنة الله وإن قتل فهو إلى النار شوف ورق بين واحد يذهب يقاتل من أجل الباطل وواحد يقاتل من أجل الحق قتل في سبيل الله وإلا به في أعلى عليين ولا تحسبن لأن يقتل في سبيل الله مواتهم بالأحيا وعند ربهم يرجعون فرعين بما أتهم الله بينما ذاك الذي يقاتل تجده يقاتل في سبيل الباطل الإنفاق ثقيل عن نفس لكن أنظر الذي ينفق فيه إسراف في المعاصي فإنه يزداد به إثما بينما المسلم لا سمد اعتاب على الإنفاق فإنه ينشرح صدره بالنفاق يفرح لأن الجزاء من جنس العمل متى ما وسع على معسر وسع الله عليه من فرد عنه من كربة من كرب الدنيا كربة الدنيا هذه لا أي كلام بالنسبة لكرب يوم القيامة ماذا يجازي الله عز وجل فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وهل يفرج عنه كرب يوم القيامة ولا يفرج عنه كرب الدنيا ها لا من باب أولى إذا كرب يوم القيامة الطامة العظمى الكبرى يفرجها الله يوم القيامة بسبب تفريجك على مكروب في الدنيا صدقتك هذه حسنتك تفريجك عن الآخرين إذا كان نتيجته أن يفرج الله عن كرب يوم القيامة فما بالك بكرب الدنيا هذه فصار المعنى لما قال من فرج عنه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة اللي الأكبر إذا من باب أولى هذه أولا شيء كرب الدنيا يفرجها الله عز وجل فتجد الذي ينفق ويحسن هذا أحسن الناس حالا واشرحهم صدرا وأكثرهم يسرا في أموره لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل فالخلاصة هذا ما لا يتنبه لكثير من الناس أن امتثال أمر الله ورسوله هو الأيسر بخلاف من يعص الله ورسوله تجد الذي يعص الله ورسوله في خطور عظيمة يعني بعض الناس يقول يزيل له الشيطان أنه يقضي حاجته واستمتاعه بالحرام أسهل أو فور من أن يذهب ويتزوج لا مناسبة بين هذا وهذا ما حاله لو مات على فاحشته؟ ما حاله لو يعني قوبض عليه مهدد بالأمراض مهدد بالفضيحة مهدد بالقتل مهدد بالضرب ذليل هذا صاحب المعصية ذليل يذهب إلى أماكن لا يعرف أحد متخفي خلي المتزوج يدعو الناس ودعوة لا ويزعل الأقربين اللي ما حضروا عرسه ولا لا رافع الرأس مبسوط اليوم يومه فرق بين المعصية وبين الطاعة أين هذا من هذا؟ خلي واحد يأكل بالحلال وآخر يأكل بالحرام الفضيحة تلاحقه السب والشتم يلاحقه الذن هذا ولو كسب قليلا بالحلال الحمد لله الشغل معيب والفقر معيب لكن السرقة النهب الاختلاس الأكل بالباطل فرق كبير فأين اليسر الآن؟ عرفنا أخوان ها في منتظار الله ورسوله هذا هو اليسر أحسن وأزكى وأطهر وأسلم وأعظم عند الله أجرا تأكل وتشرب بالحلال ولا تسرف وتشكر الله يزيدك الله شيء عجيب يعني إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها ما أكله شارب تسمي الله وتحمد الله يرضى الله عنك سبحان الله بينما الذي أكل حرام كل لحم النبتة من سحت فالنار أولى به أي أحسن أي أحسن تشرب ما أباح الله أم تشرب خمرا يذهب عقلك ويجعلك فيه تعداد المجانين بلا عقل حتى يوم القيامة إذا دخل أهل النار النار ماذا يقولون لو كنا نسمع ونعقل وما كنا في أصحاب السعير أذهب عقلهم بهذه المشروبات اللي انتشرت جدا في العالم في جميع طبقاتهم شف يعني العقل نعمة عظيمة يذهب عقله بماله فالأيسر تحريم الخمر الأيسر تحريم فواحش لمن أمر الله بإحسان الوالدين ونهى عن العقوق هذا أيسر من لو أبيح العقوق والعياذ بالله كان الناس لا احترام ربما قتل ربما حسرة تصور أنه يجوز للولد أن يعق والده كم يلحق الناس من القهر أنه هذا ابني بضعته مني وإلا به إيش يسيري لي ويجوزه شرعي كيف يجوزه شرعي ولذاك لو قارنت تجد أحكام الله عز وجل في وجوب بر الوالدين والتحريم العقوق وانظر إلى الأحكام المضعية اللي يقولك ولا خلاص هذا بلغ العمر الفلاني كيف تفعل اللي تفعل البنت وكيف يفعل قانون يحميه أين القهر أين الضنك أين العذاب ما حده الله رسوله ولا ما أباحه القانون لاحظتم شيء كبير اليسر فيما شرع الله عز وجل نعم قال بخاري ورحمه الله نكتب أهل قدر والله تعالى أعلم صلى الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر